تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام سيارت العتبة العباسية المقدسة أسطولاً خدمياً إلى مدينة سامراء للمشاركة بتقديم مختلف أنواع الخدمات للزائرين الوافدين لإحياء مراسيم ذكرى الاستشهاد كجهة ساندة للعتبة العسكرية المقدسة في تقديم الخدمات للزائرين الوافدين لإحياء الزيارة دابت العتبة العباسية بإسناد العتبة العسكرية وتنسيق معها في هذه المناسبات الأليمة للوفيات لأم الأطار المعمل الحسن العسكري وكذلك المعمل العل الهادي من خلال تقديم الخدمات والإسناد الخدمي للعتبة وكذلك تقديم الخدمات للزائرين الوافدين إلى المرقد الشريف من خلال تقديم الإسناد لحفظ النظام قسم حفظ النظام في العتبة العسكرية كذلك قسم الخدمات الخارجية والداخلية وقسم الطبابة قدم خدمة المولاء بالفضل العباسي عليه السلام أمورا عديدة شملت جوانب مختلفة منها الجانب الأمني والصحي واللوجستي والخدمي من خلال حفظ أمن الزائرين وتنظيم سير المواكب الحسينية ونشر مفارز طبية وتوفير وجبات غذائية والقيام بعمليات التعفير والتعقيم إضافة إلى توفير سيارات إسعاف وعجلات كبيرة تنقل المياه كل هذا بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التابعة لمرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام أقسام اللي ساهمت بهاي الزيارة هي قسم حفظ النظام بالإضافة إلى قسم الصيانة الهندسية وقسم الآليات وقسم شعبة الطبابة وقسم الشؤون الخدمية الأقسام هاي اللي شاركت أثناء الزيارة أحكي لك عن قسم حفظ النظام قسم حفظ النظام مسك واجباته مسك صحن الشريف بالإضافة إلى شارع الشوافت لتنظيم دخول الزائرين والخروج بالإضافة إلى التفتيش بالنقاط اللي نقطة 13 وال15 ونقطة 18 بالإضافة إلى نصب أجهزة آيدي لكشف المتفجرات بثلاث نقاط نقطة أيضاً الثلاثة وال15 والثمانطاعش بالإضافة إلى بالمساهمة مع شعبة المعلومات بالعمل الرابسكان جهاز الرابسكان اللي هو كشف الحقائب خلينا منتسبين أيضاً به باشرنا أسناد العتبة العسكرية من عدة مناطق بالنسبة له شيء زينا بطانيات وكابسات وتناكر مي وعندنا تعفير ضد لاحة كارونة ووفد همات تنظيف المنطقة العسكرية الحمد لله والشكر خدمة الإمام الحسن العسكر عليه السلام والإمام الإيلاد عليه السلام خطتنا عدتها الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة من خلال أقسامها للمساهمة في تقديم الخدمات للزائرين الوافدين لأجل تقديم العزاء واستذكار هذه الرزية وتمكينهم من أداء مراسم الزيارة على أكمل وجه وبكل سهولة ويسر